أحمد هنا عايزين نتكلم على أبرز الصفقات اللي نورت مع نادي الزمالك بس هنستعرض كمان الستاتيستكس كده خاصة بنادي الزمالك نقرأها ونروح على أبرز الصفقات اللي نورت لنادي الزمالك نزولها جماعة بليز الماتيريال آه دي ممكن دي جزء الأخير بقى في الجزء اللي أنا عايزة أتكلم فيه في جزئية ناصر مهر ما يكون عندك بروفايل مختلف دي ممكن الفارق ما بينه وما بين إمام عشور إن العيب اللي عنده القدرة على استحواز بتتكلم إن العيب استلم أو قدر إنه يمرر الكورة حوالي 31 مرة منهم 27 مرة بشكل صحيح عملية الربط اللي بيقوم بيها في وسط ملعب نادي الزمالك على المستوى الدفاع أو حتى على مستوى وسط ملعب وإنه بين الفريق للتلت الأخير وهو كان صاحب الأساس تاجهر في المباراة ناصر كوست ناصر كوست على رأي زميلة بلال علام الأربع مرات دول اللي خسر فيهم الكورة هما خسر الكورة في أربع مرات ده يمكن ده أعلى لعيب أعلى ده رقم ممتاز إن هو يعتبر أعلى لعيب في الفرقتين فبالا كل ما بتتقدم في المراكز الريسك في الباص أعلى برافو عليه طبعا الريسك بيبقى في الباص أعلى لأن أنت العيب ده أغلب تمريراته تبقى في تلتي ملعب المنافس فطبعا الرقم أنا شايفه مميز عنده هامش إن هو يغلط نعم في حاجة مش فاهمها إيه علاقة عواد بالموضوع ده لعيب اللي باص الكتير فهو بيبقى إنه حادث مرما فده ما بكورة بترجع له فبيمرر لعيب اللي جامع ده أتوف باسر ده يلعب خط بسط لنادي الزماني بعد خلاله بالزبط بس هو بموضوع بالنسبة له أسهل إنه بيمرر والجزيلة على فكرة رقم مميز جدا والجزيلة بيبقى إنه رقم مميز جدا والجزيلة بيبقى إنه رقم مغاجر ومضغوط عليه احنا شكر إنه ما بينه وما بين طاهر بافتقد الكورة الكبيرة اللي افتقده طاهر في كراسحة برقم إنه سجل هدفين وده أمر مميز بالنسبة له لكن إنه ما يكون عندك لعيب بالكواليتي اللي عند نصر مهر فعملية الربط العناصر كلها وربط خطوط ندي الزماني بالشكل ده وإنه عنده الكدر على التمرير من غير غلط إنه ممكن أربع كرات من 31 أجاري يرقم قليل طبع طبع أنا مثلا عايز نستعرض الصفقات اللي نورت مع أحمد قبل ما يعني الوقت يزل في حاليا ووز زمانك يعني ما عملش حاجة شفنا لعيبة كتير يعني ظهرت لكن أنا الحقيقة عايز أتكلم على بنتاك بنتاك بالنسبة لي مفروض الناس اللي شككت في الصفقة وقالت إن لا أصل الراجل مش عايزه وأصل بنتاك احتمال يفسخ عقده قبل ما الراجل يلعب بمباراة السوبر أفريقي بنتاك لغاية دلوقتي بدأ مبشرة جدا وسكت ألسانة كتير طيب هل هو حكم مطلق اللي إحنا هنقوله ده لأ لأن دي بداية وأنا كأحمد يعني أنا بشوف في وجهة نظر إن دايما الحكم أو الفيرست امبريشن ده أنا بشوف إنه لا ما يدومش لأن وارد جدا مكتب بدايتك مش أفضل حاجة بعد كده الوضع يتغير أو العكس الكرة استمرارية فالأساس إن أنا أحكم على بعد فترة زمنية معينة أبتدي قادر إن أنا أحكم طيب ليه بقول إن بنتاك مميز شفناه في مواقف سواء أهل اللعب مباراتين صعبين جدا أول مباراة وهي الأهلي السوبر الأنفروقي بتلعب على بيرسي تاو اشتغل بشكل كويس مبارات بيراميدز حتى ضربة الجزاء اللي هو تسبب فيها أنا مش راجل هتكلم في التحكيم يعني عشان ما ما يتقلش قيلة وقال لكن أنا بالنسبة لي لشوف إن بنتاك عمل جيم كبير جدا تعالك هنا نستعرض بنتاك عمل مبارات بيراميدز أولا بنتاك عنده ميزة بشوفها شوية هنا أنا مش مكرم معلول بس أنا قصدي أن بشوفها شوية في معلول الظهير العصري زي ما بيقولوا بس قبل ما نشتغل في الحالات الظهير العصري اللي بيعرف أو هو في الكورة حاليا وزات فاربعة اللي يعرف يتحرك إمتى ويهاجم المساحة في الحالة الهجمية في نفس الوقت قادر أنه هو يقف ويقفل الجبهة بتاعته طيب بنتاك تقريبا أغلبية الالتحمات هو اللي فاس بيها دعنا نتفرق كده دي كرة طولية راجل كظاهير أيسر قادر أنه هو يستخلص وبيلعب عليه كان الشوت الأولاني صديق جولة لعب تقريبا 70% من المباراة صديق جولة وهنا اللي بكلمك فيه بص هنا الأوفرلاب قادر أنه هو يطلع ويدي متنفس ليه مصطفى شلبي روح للحالة بعد كده هو حس أن الهجمة هتكمل قادر أنه هو يخش الجوه بص هنا بنتاك بص عينه على طول على الجناح وقفته ممتازة أكتر من ممتازة هو حس أن الفرق خلاص اللعبة بيترحل هطلع على الجناح لأنه في أربعة الظهير لازم يدوم لسردباكي ممكن محمد شهاء حات عشان ده مش مركزه أنا شفت أنه هو عانى مع إبراهيم عادل لأن الوقفة نفسها ما قدرش أنه هو يعملها بشكل مميز هنا اللعب اترحل وهيتلعب كرة طولية من طيق هيقدر أنه هو يتعامل معها بشكل كويس الكرة الثانية وهيكمل ويقدر أنه هو يخده نروح للحلل بعد كده لا دي بتاعت حس أن مم يجي دي تقريبا جات غلط أو هيجي هيجي وقت عليها بنتايك هيشارك فيها اللي بعد كده على طول اللي بعدها من نص دقيقة بص هنا أنا في رأي أنه هو هنا هيبقى كان عليه زيادة عددية شاور لمصطفى شلب عشان يرجع للشيبي بص هنا بيشاور لعبد الله السعيد هو اللي بيمسك وعن نهاية دي مش شغلته بالمناسبة المفروض السير دي باك أو اللعيب المراستة هو اللي يمسك بص هنا أقف بس هنا أقف معلش قبل الكرة دي ما تطبق لا ارجع الفريم اللي قبله على طول أيوة أيوة أنا هنا هنا مهند لاشين لو قرر أنه يعمل تجمعة اللعب ويوديها النحة التانية هو هيبقى في موقف اثنين على واحد فهو اختار دوء وارد اللي يحصل في الكرة اختار أنه أنا هروح للأخطر الأخطر اللي قريب للمرمى اللي هو مين صدق جوله هسيب الرجل اللي في ظهري لغاية لما في رقتي توقف كويس وهبتدى رحل كمل هنا تجميع اللعب من فرقة بريمتز بص هو واقف أنا هنا حتى بجيب الكرة هو هنا اللي بيشاول عبدالله السعيد اطلع على صدق جوله هو سلمه هيبتدى يطلع على رمضان صبح أنا بكلمك على لعيب أنا جايب لك وحتى والكرة مش معاه لو هو كسل شوية ما ياخدش الكرة دي يعني هو لو مش واقف على حيله وقف كويس اوه بقى هنا الكرة دي قررت في السوبر الأفريكي كرة دي قررت السوبر الأفريكي هنا لو نصر ماهر ما خافش ودى له باص الكتري هيخلي الرجل هنا أنا بكلمك بقى الحالات الهجومية كمل ويبقى في حالات دفعية برطة شوت تاني كمل كده نصر ماهر يقدر ان هو يدي البنتيك هو ما زهقش هيرجع حاس ان هنا مقفولة هيبتدي يرجع تاني الكرة هتخلص وهبتدي يرجع مكاني بص هنا هو ما بيكسلش لازق مان صريح وشايف الكرة وعمل حاجة يعني لو فيه النشئين بيتفرقوا علينا ان نص جسمه بيبقى بره يا بسي زرابان عشان يقدر ان هو يقطع الكرة بص هنا التاكلينج اكتر منهاي والسرعة كمان في التخطيق المساعة أنا بنتاج بالنسبة لي علامة فارقة يعني في المركات والنجزة ملك دي كرة عبدالله السعيد بص بص بنتاج فين ده تظاهير الايسر داخل فراغ مكمل قطع كوتري مكمل كويس جدا حتى لما ما دخلتش كملها وقدر ان هو يعملها أسيس كرة معتادة كمان يا جوهري مش او مرة تكرر يعني هو فكرة بس ان يخلص التكملة اعتقد التكملة لغاية اخر الخط ان هو يعمل هتيجي لان هو بدنيا انا في رأيي هو ذكي جدا بنتاج بقاله فترة ما بيلعبش بعيد عن المباراة بيش بيشارك بصورة يعني مستمرة فكون ان هو بيحافظ على البدني بتاعه وقدر ان هو ينظم لتسعين دقيقة بنتاج شوية رجله في الملعب تفرق بقى الحتة الهجومية هتبقى عنده عملة ازاي اشتركوا في القناة